ناقش اجتماع برئاسة رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك مع مجلس إدارة البنك المركز اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ناقش مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية التي ينفذها البنك على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها وطلع رئيس الوزراء من مجلس إدارة البنك المركز اليمني على اجتماعات دورته الأخيرة للعام الجاري وما تتضمنه من مواضيع تتركز على قضايا البناء المؤسسي واستيعاب الملاحظات المقدمة من المراقع الخارقي لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز دور البنك في ضبط السياسة النغدية في إطار برنامج الإصلاحات الحكومية كما اطلع على مجمل التطورات الاقتصادية والمالية في ضوء النتائج الأولية للموازين الداخلية والخارقية وأهمها نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة الماضية من العام الجاري وموقف الاحتياطيات الخارجية وتوقعات ميزان المدفعات وأفاق التطورات المستقبلية في ضوء التطورات غير المواتية التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية وما يتطلبه ذلك من حجد لكل الجهود والتنسيق لكل السياسات وأهمها السياسات المالية والنغدية لتعظيم الموارد وترشيد الانفاق للمحافظة على الاستقرار في أسعار صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار وقدمت إدارة البنك المركز اليمني عددا من التفصيات والمقترحات التي يمكن أن تساعد في تحسين الموقف في جانبي الموارد والانفاق والسياسات في القطاعات الأخرى باعتبار البنك المستشار الاقتصادي للدولة وتطرق الاجتماع إلى آليات التنسيق بين السياسات المالية والنغدية لتخريف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النغد الأجنبي قراء توقف تصدير النفط وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار وتم في هذا الجانب إقرار عدد من الإقراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة وجدد رئيس الوزراء دعم الحكومة لعمل وجهود واستغلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة من أوها بالدور الوطن الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظروف وتحديات صعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنغد والرغبة على أعمال البنوك وشركات الصرف وشهد الدكتور معين عبد الملك بمستوى التنسيق بين البنك والحكومة خلال العام الحالي والذي أثمر في تحقيق استقرار ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية والأسعار وانتظام صرف المرتبات ومواجهة كثير من الالتزامات رغم فقدان نسبة كبيرة من الموارد وتوقف الدعم المباشر وتراجع المساعدات الإنسانية مع تضاعف الالتزامات نتيجة المؤثرات السلبية الداخلية والخارجية منوها بما نفذه البنك المركزي في تعزيز إجراءات الامتثال وأعمال معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية وضرورة مواصلة آليات تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ومنها آلية المزاد عبر المنصة الإلكترونية واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة للتعامل مع الوضع الاستثنائي خلال العام القادم وفي كل المجالات مشيرا إلى التحديات القائمة التي أفرزتها المستقدات الراهنة على المستوى المحلي والأزمات العالمية وآليات التنسيق بين الحكومة والبنك لمواجهتها والحد من آثارها على اتفاع سعار الموارد الأساسية أو المواد الأساسية والوقود وكذا الضغط على العملة وكذا الضغط على العملة حضر الإجتماع من عام مجلس الوزراء مطيع دماج ترجمة نانسي قنقر